اشتركوا في القناة حلقات الهندسة الكهربية لمادة الفيزياء هنبدأ ان شاء الله النهاردة هنوضح توضيح كامل عن طريق بريزنتيشن كاملة كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة الاولى وهنشوف بالتفصيل ازاي الطيار الكهرابي هيتحرك ايه هي الاشياء الاساسية او العناصر الاساسية اللازمة عشان الطيار الكهرابي يتحرك ازاي اعمل دايرة كهربية ايه العناصر الاساسية اللي مطلوبة عشان اعمل دايرة كهربية في حتة مهمة قوي لازم نركز عليها الامتحان في البوكلت مش بيهتم بمدى حفظك للمد جالبا الامتحان بييجي في اسئلة كتيرة اختيار من متعدد الاختيار من متعدد ما بيبقاش هدفها انت حافظ قد ايه الهدف بتاعها انت فاهم قد ايه دا الهدف والرسالة بتاعة البرنامج بتاعها انا بوصلك لمستوى فا انت بتبقى فيه قوي جدا لدرجة انك باذن الله تحل اي مسألة قابلك وتبقى فاهم فيها كل شوحنة بتتحرك ازاي جوة المادة بتاعتك وتبقى فاهم فيها كل صغيرة وكبيرة بحيث لو استخدرك ايه مشكلة او ايه مسألة تقدر باذن الله تحلها بكل سهولة هنبدأ محاضرتنا النهاردة ان شاء الله وهنبدأ نخش على البرزنتيشن بتاعتنا وهنشتغل على المحاضرة step by step دي كالمحاضرة الاولى طبعا هنا احنا هنشتغل في المحاضرة الاولى وهنتكلم ايه هي الحاجات او الايتمز الاساسية او العناصر الاساسية اللي هتشتمل عليها المحاضرة الاولى نخلي بالنا ان المحاضرة كلها جرافيكس يعني هبين لك كل step او كل حاجة انا بتكلم عنها هبينها لك عن طريق صور متحركة بتبين كل حاجة بتحصل جوه الماتوريال بتاعتي والطيار الكهرابي ازاي بيتحرك وبيمشي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ده اول ايتم هشتغل عليه الايتم الاولاني تعريف الطيار الكهرابي يعني ايه طيار كهرابي طبعا كنا اتكلمنا في المحاضرة الاولى يعني ايه شحنة والشحنة ازاي مرتبطة بالزرة الكلام ده احنا هنوضحه النهاردة اول ايتم عشان اقدر اشغل طيار كهرابي هشتغل عليه حاجة اسمها القوة الدفعة الكهرابية او الجهد الكهرابي القوة الدفعة الكهرابية دي هي الطاقة اللي انا هديها للشحنة زي ما احنا هنشوف عشان ابدأ احرك الشحنة دي يبقى دي من العناصر الاساسية اللي هتكون موجودة عشان اقدر احرك الطيار الكهرابي طيب الطيار الكهرابي ده كمية متجهة طيب الكمية المتجهة دي احنا اتفقنا ان اي كمية متجهة لازم اعرف فيها حاجتي اتجاه الكمية المتجهة دي ومقدار الكمية المتجهة يبقى انا هعرف اول ايتم عندي حاجة اسمها اتجاه الطيار الكهرابي وهقدر اعرف علماء الفيزياء اتفقوا على اتجاه الطيار الكهرابي هيبقى عامل ازاي وتاني نقطة هعرفها اللي هي مقدار الكمية المتجهة دي اللي اسمها شدة الطيار الكهرباء طبعاً أنا هنا هتكلم عن الفيزياء بمفهوم جديد مش مجرد إن أنا برص قواعد أو قوانين هدفها إن أحفظها وحاول أحل بيها الامتحان هنا أنا هحاول أوصل لمفهوم جديد المفهوم الجديد ده هيخليك تكون فاهم مادة الفيزياء زي ما بتكون بالضبط فاهم مادة الميكانيك يعني بتشوفها قدامك كحاجة عينية مش حاجة تخيلية طيب العنصر المهمة قوي برضو جوة دايرة الكهربية اللي هو المقاومة اللي هو الريزيستنس المقاومة بتاعت دي أنا اديت للطيار الكهرابي قوة أو طاقة في المصدر طيب مش الطاقة دي لازم تستهلك مع بال ما الطيار الكهرابي يلف ويرجع مرة تانية للمصدر بتاعه يبقى المقاومة دي هي العنصر الرئيسي اللي هيستهلك للطاقة خلال الدايرة الكهربية بحيث ان الدايرة الكهربية بتاعتي لما يرجع الشحنة ترجع للمصدر بتاعها هترجع عادي خالص عن طريق ان هي يعني ان هي الطاقة اللي أنا استهلكتها في الدايرة الكهربية هتبدأ ترجع مرة تانية عادي خالص طب بعد كده هعرف فرق الجهد بين نقطتين فرق الجهد بين نقطتين ده هو العامل الرئيسي اللي هيخليلي الطيار الكهرابي يتحرك وهفهم يعني ايه فرق الجهد بين نقطتين وهنمثله تمثيل ميكانيكي بحيث انه اوصل لفكرة فرق الجهد بين نقطتين طيب بعد كده في حاجة هتربط بين فرق الجهد بين نقطتين والطيار الكهرابي اللي هيتولد عندي اللي هو شدة الطيار الكهرابي يبقى فرق الجهد ما بين النقطتين وشدة الطيار الكهرابي النقطتين دول هربطهم بقانون اسمه قانون اوم يبقى قانون اوم عشان لو جالي سؤال في الامتحان هو بيربط علاقة ايه بايه هيربط علاقة فرق الجهد ما بين نقطتين بشدة الطيار الكهرابي يعني انا هغير فرق الجهد بين نقطتين بانهي مقدار شدة الطيار على اساسه هتتغير بانهي مقدار وبعد كده هخش على حاجة بعد كده طبعا أنا في الدائرة عندي ما تكونش فيه مقاومة واحدة بتكون عدة مقاومات طيب المقاومات دي حاجة من الاتنين هيهوصل المقاومات دي على التوالي وبالتالي لما أنا هوصلها على التوالي دي أول طريق التوصيل لما هوصلها على التوالي أنا محتاج أعرف القيمة المكافأة لتوصيلها على التوالي وهناخد القانون ده وهنستنتجه وهناخد القيمة المكافأة للتوصيل على التوالي وتاني حاجة هنعرف ونتعلمها هو توصيل المقاومات دي على التوازي آخر جزء النهاردة في محضرتنا بإذن الله هيكون مسائل هتكون في مسألتين مسألة very straightforward يعني مسألة مباشرة ومسألة تانية فيها نوع من التعقيد عشان أتعلم إزاي أحيل المسائل بتاعتي بكل قوة وبكل سهولة طيب هنبدأ أول حاجة الطيار الكهربي هبدأ أتكلم عن الطيار الكهربي بصور متحركة معينة وهعرف إيه هو الطيار الكهربي وإيه الشحنة اللي هتكون ماشية في الطيار الكهربي وهعرف اتجاه الطيار الكهربي طيب دي أول جزء عندي في الدائرة ده هو المصدر بتاعي المصدر بتاعي زي ما أنا شايف مليان شحنات سالبة الشحنات السالبة دي وهي متعدلة مع الزرة بتاعتها يعني معنى كده إن كل شحنة من الشحنات السالبة دي هي متوصلة بالزرة بتاعتها وفي بينها وبين الزرة بتاعتها رابط معينة وده مصدر الطيار الكهربي بتاعي هيحصل تفاعل كيميائي معين غالباً بيكون تفاعل كيميائي التفاعل الكيميائي ده بيبدأ يوجه طاقة معينة للإلكترون ده اللي هو مرتبط بالزر هنشوف كده إيه اللي هيحصل ده بعد كده أهم آيتم أو أهم عنصر أنا لازم أحط فيه المصدر الكهربي ده لازم أحطه جوه دائرة كهربية ده شكل الدائرة الكهربية بتاعتي أهو زي ما أنا شايف كده دي الدائرة الكهربية بتاعتي اللي هي المنظر ده معنى دائرة كهربية يعني هي هتلف هتبدأ من المصدر وهتلف لفة كاملة وترجع مرة تانية للمصدر زي ما أنا شايف ده معنى كلمة دائرة كهربية يبقى الدائرة الكهربية هي بدأت من المصدر اهو من النقطة دي بدأت تلف لفة كاملة ورجعت مرة تانية للمصدر يبقى ده معنى كلمة دائرة كهربية يعني فيه سؤال مهم لو انا ما بدأتش بالمصدر وانتهت بالمصدر هل يكون عندي كده دائرة كهربية؟ لا يعني الدائرة الكهربية بتاعتي لازم نفس نقطة البداية تكون هي نفس نقطة النهاية دي اهم حاجة من النقطة الكهرباء وهشوفها دلوقتي نفس الشحنة اللي انا هبدأ اعملها اثارة وتبدأ تتحرك خلال الدائرة الكهربية هي الشحنة دي لازم هي هي نفسها ترجع مرة تانية لنفس المصدر يبقى ده اهم عنصر من عناصر الطيار الكهرابي عشان يمشي يمشي جوه دائرة كهربية طيب هبدأ اشوف هنا هبدأ اصلط مقدار عن طريق تفاعل كيميائي هيحصل جوه المصدر ده نفسه هيبدأ التفاعل الكيميائي ده يبدأ يصلط لي مقدار معين من الطاقة هتبدأ الطاقة دي تخش جوه الشحنة الكهربية اللي هي السالبة هيحصل ايه طبعا الطاقة دي هتبدأ تحرك الالكترون ده حركت للالكترون بدأ الالكترون اللي هو صف الالكترون ده بدأ يتحرك نحية الالكترون او نحية الزرة اللي قدامه طيب لما الالكترون ده هيتحرك الشحنة كانت متعدلة الزرة كانت متعدلة في الحالة دي لما هي فقدت شحنة سالبة اللي هي كانت فيها اصبحت شحنة الزرة بتاعتي اصبحت شحنتها موجبة واصبحت في حالة اثارة يبقى تاني يبقى انا وجهت الجهد الكهربي او القوة الدفعة الكهربية على الالكترون اللي هو موجود في الزرة وبالتالي الالكترون ده خد الطاقة دي وبدأ يتحرك نحية الزرة اللي قدامه وبالتالي هيسيب الزرة بتاعته طيب الزرة كانت متعدلة كهربية يعني الشحنة السالبة قد الشحنة الموجبة لما الالكترون ساب الزرة بتاعته اصبحت الشحنة الموجبة اكبر من الشحنة السالبة فساب الزرة في الحالة دي شحنتها شحنة موجبة هنبدأ نكمل هيبدأ الإلكترون زق الإلكترون اللي قدامه خادس الإلكترون كان في الصف ده أخذ الصف ده والإلكترون اللي كان قدامه بدأ ياخد الصف ده هيكمل نفس الكلام هيبدأ الإلكترون ياخد الصف اللي قدامه وهكذا إلى أن يجي الآخر صف في المصدر بتاعي لما جي الآخر صف هو خلاص كده على الحدود بتاعة المصدر هيبدأ الإلكترون بتاعي يسيب المصدر ويبدأ يتحرك في الموصل بتاعي هبدأ أشوف بقى الحركة الكاملة بتاعته في الموصل هاخد الإلكترون ده كمثال نفس الجهد الكهرابي ده طبقناه على الصف ده طبقناه على بقية الصوف على بقية الزرات فبالتالي نشأ لي كمية كبيرة جدا من الشحنة الموجبة بقى عندي طرفين الطرف ده في شحنة سالبة والطرف ده في شحنة موجبة هشوف دلوقتي الشحنة هتتحرك ازاي هي دلوقتي الشحنة بتاعتي واخد طاقة معينة هبدأ أشوف الإلكترون الأولاني خالص ده هيبدأ يتحرك ازاي جوة دايرة بتاعتي أخد لفة كاملة وبدأ يفقد الطاقة بتاعته اللي هو خدها من المصدر وهيرجع مرة تانية نحية الشحنة الموجبة ويبدأ يتعادل معاها مرة تانية عادي خالص بعد كده هبدأ لما هو فقدها يعني أنا اديته طاقة فقد الطاقة دي خلال اللفة بتاعته وبعد كده بدأ تزاوج هنا مرة تانية مع الزرة بتاعته وبقى متعادل هأمه وصلت عليه مرة تانية لأن الجهد ده مستمر هصلت عليه الجهد مرة تانية وبالتالي الجهد بتاعي كل شوية هيتصلت فكل شوية هيلفف لي الشحنة بتاعتي لفة كاملة خلال الدائرة الكهربية يبقى أهم عنصر عندي في الدائرة الكهربية إن أنا لازم أبدأ بنفس نقطة البداية وتكون هي نفس نقطة النهاية ليه؟ لأن أنا بصلت الجهد الكهرابي على الزرة الجهد الكهرابي هيسبب إن الإلكترون بتاعي هيتحرك وهيفقد الطاقة بتاعته خلال اللفة بتاعته وهيرجع مرة تانية خالص يتزاوج أو يرتبط مرة تانية بالزرة بتاعتي ويبقى متعادل طيب أنا عايز أشوف هنا كام شحنة هتتحرك في الدائرة الكهربية هبص معايا هنا هاخد التلاتة إلكترونز دول وهبدأ أاخد واحد واحد فيهم هيجي الشحنة بتاعتي السالبة تتحرك بالطريقة اللي أنا شايفها دي ثابت النقطة اللي هي فيها وتحركت راحت خطوة كمان فثابت مكانها شحنة موجبة تمام؟ يبقى كأن الشحنة السالبة تحركت كده ثابت مكانها شحنة موجبة هتيجي الشحنة السالبة التانية تقوم متحركة متزاوجة مع الشحنة الموجبة هتقوم سايبة هي كمان شحنة موجبة فكأن اتجاه الإلكترون بتاعي بيتحرك في الاتجاه ده وعكسه اتجاه الشحنة الموجبة بتتحرك في الاتجاه ده أهو بص هذه الشحنة السالبة تحركت فثابت مكانها شحنة موجبة وتزاوجت الشحنة السلبة بالشحنة الموجبة يبقى أنا عندي هنا اتجاهين شحنة سلبة هتتحرك في الاتجاه ده اللي هو زي ما أنا شايف اتجاه الإلكترونات هتتحرك في الديريكشن ده وعكسها هتتحرك الشحنة الموجبة هتتحرك في الاتجاه ده طيب علماء الفيزياء عايزين يختاروا اتجاه معين للطيار الكهربي عشان أقدر أعمل بيض دراسات بتاعتي وأقول هو ده اتجاه الطيار الكهربي ولازم هنستقر عليه علماء الفيزياء اختاروا اتجاه الشحنة الموجبة اللي هو الاتجاه ده اللي هو عكس اتجاه الإلكترونات هو ده هيبقى اتجاه التقليدي للطيار الكهربي بتاعي يبقى أنا لما أراها في الكتاب ويقولي الاتجاه التقليدي بتاع الطيار الكهربي بتاعي هو الشحنة الموجبة وهو عكس اتجاه الإلكترونات يبقى أنا فيهمتها هنا كويس قوي هي نشأت منين وأصلها جي منين طيب هخش بعد كده هتكلم على صرايان الطيار والجهد واستهلاكه يبقى أنا عندي لما أنا أتكلم على صرايان الطيار الكهرابي يبقى أنا همثل الشحنة بتاعتي همثل بقطبين يعني مصدر الجهد بتاعي اللي هو هيدين الطاقة بتاعتي همثله بقطبين القطب اللي هو الطويل ده اللي هو الخط الطويل ده ده بيمثل القطب الموجب يعني كأنه هو القطب ده هيطلع الشحنة الموجبة وهيمتص الشحنة السالبة طبيعي إن الأقطاب المتساوية بتتنافر والأقطاب المختلفة بتتجازب يبقى أنا القطب الطويل ده اللي هو مصدر للشحنات الموجبة هيمتص الشحنة السالبة اللي هي الإلكترون وهينفر أو هيبقى مصدر للشحنة الموجبة بتاعتي اللي هي بتاعة اتجاه الطيار يبقى أنا لو أنا عايز أتكلم على اتجاه الطيار اتجاه الطيار هيكون من القطب السالب وهيتحرك نحية القطب الموجب يبقى أنا ده أول جزئية هتفق عليها إن اتجاه الطيار بتاعي هيتحرك من القطب السالب دايماً للقطب الموجب عشان لو بعد كده إن شاء الله هنتكلم على قانون كرشوف وقانون قوم وكل القوانين دي أبقى أنا فاهم بالزبط اتجاه الطيار بتاعي منين لفين اتجاه الشحنة بتاعتي منين لفين وسبب هذا الموضوع إيه بالزبط تمام؟ يبقى أنا عندي الشحنة هتتحرك دايماً زي ما أنا هشوفها كده بص ده حركة الشحنات أهي الشحنة السالبة والشحنة الموجبة هيتحركوا عكس بعض جات لفة لفة كاملة وبعد كده مصدر الطاقة مرة تانية هيقوم مديها طاقة مرة تانية تفقد الطاقة خلال لفتها وهكذا يبقى كل لفة هي بتبقى بدقة من زيرو انيرجي يعني ما فيهاش طاقة تبدأ تاخد الطاقة بتاعتها كشحنة وتبدأ تلف لفتها الكاملة واللفة الكاملة اللي هيهمني هنا إن هي متاخدة من المصدر بتاعي هو المصدر اللي هيديها طاقة وخلال لفتها الكاملة هتفقد الطاقة بتاعتها وترجع لي مرة تانية بزيرو انيرجي يعني طاقتها صفرية ويرجع المصدر مرة تانية يديها طاقة وتبدأ الشحنة بتاعتي تتحرك طيب أنا اديتها طاقة لازم عندي عنصر هنا في وسط الدائرة يستهلك الطاقة دي يبقى أنا لو أنا شفت العنصر بتاعي يبقى هو العنصر ده هو اللي هيقوم باستهلاك الطاقة الكهربائية بتاعتي يبقى أنا عندي هنا عنصرين عنصر هيدي الطاقة بتاعتي وعنصر تاني هيبدأ يستهلك الطاقة الكهربائية بتاعتي خلال المقوم يبقى هنا هتبقى الشحنة بتاعتي الأول تقطها بزيرو هيبدأ المصدر بتاعي من خلال تفاعل كيميائي هيبدأ يقوم بإعطاء شغل الشغل هو الطاقة هو نفس تعريف الشغل هو تعريف الطاقة لاتنين وحدتهم وحدة القياس بتاعتهم هي الجول يبقى الشغل بتاعي الشغل حتى إحنا لما بنعرفه في الميكانيكا الشغل هو القوة في المسافة يبقى أنا هدي قوة هتحرك دي لمسافة معينة يبقى المصدر بتاعي هدفه إنه هو هيديني طاقة معينة أو شغل معين للشحنة اللي هي موجودة في حالة سكون حالة سكون يعني إيه؟ ليس لها طاقة وما تقدرش إن هي تسيب الزرة بتاعتها يبقى أنا لما ادتها طاقة بدأت تتحرك وبدأت تسيب المصدر بتاعها وبدأت تلف لفة متكاملة خلال الدائرة الكهربية بتاعتي طيب هخش بعد كده هعرف الجهد الكهرابي والطيار الكهرابي يبقى أنا هنا الجهد الكهرابي ده هو كمية من الطاقة بس علماء الفيزياء دايما لما أنا أحب أعرف تعريف معين الكمية من الطاقة دي هي أد إيه؟ يبقى أنا أي تعريف لازم أعرفه مثلا بعرف لتر مية لتر المية ده لازم أعرف حجم اللتر المية ده يكفي مثلا إنه هم يملأ كمية أد إيه؟ بنفس الطريقة و بنفس التعريف لما أنا أعرف الجهد الكهرابي أنا محتاج أنا أعرف إنه هو شغل أو طاقة الشغل ده أد إيه؟ يعني يكفي إنه هو يعمل إيه؟ يبقى أنا عندي الجهد الكهرابي تعريفه هو الشغل المبزول يبقى أو الطاقة اللي أنا هديها أو الشغل المبزول لتحريك تحريك إيه؟ تحريك شحنة الشحنة دي أد إيه؟ يبقى أنا مهمة أوي وأنا أعرف أي حاجة لازم أدي قيم معينة يبقى أنا أعرف الجهد الكهرابي هو عبارة عن كمية من الشغل أو كمية من الطاقة الطاقة دي هتحرك شحنة طب الشحنة دي قد إيه؟ الشحنة دي مقدارها واحد كولوم يبقى مقدار من الطاقة أو شغل المبزول لتحريك تحريك إيه؟ وحدة الشحنات وحدة الشحنات دي اللي هي واحد كولوم وطبعا زي ما احنا متفقين قبل كده الشحنة أنا بقيز كميتها بالكولوم يعني كمية الشحنة بالنسبة لي بتكون بالكولوم مثلا الإلكترون شحنته واحد وستة من عشرة في تين باور ماينس ناينتين كولوم يبقى أنا كده عرفت الشحنة بتاعتي الشحنة بتاعة وحدة الشحنات هي عبارة عن كولوم طيب أنا حبيت أعرف يعني كام إلكترون يقدر يديني واحد كولوم بمنتهى البساطة هقسم واحد على واحد وستة من عشرة في تين باور ماينس ناينتين هيديني كام إلكترون يقدر يديني واحد كولوم طبعا هلاقيه عدد كبير جدا من الإلكترون عشان يقدر يديني واحد كولوم يبقى أنا هعرف الجهد الكهربي إنه هو كمية الشغل أو كمية الطاقة اللي هتخليني أقدر أمشي كمية كمية شحنة مقدرها واحد كولوم خارج وداخل الدائرة الكهربية وهعرف ليه خارج وداخل الدائرة الكهربية يبقى أنا لو عرفت الفولت الفولت هو وحدة قياس الجهد الكهربي يبقى هو عبارة عن W W اللي هي الشغل والشغل هو نفسه هو هو الطاقة وليها نفسه وحدات الطاقة اللي هي الجول يبقى هي ال W اللي هو الشغل على ال Q اللي هي الشحنة هتساوي جول على كولوم طيب هشوف كده معايا يبقى أنا عملت شغل أهو الشغل ده حرق لي كمية الشحنة دي كمية الشحنة دي مقدرها واحد كولوم يبقى أنا لو عملت مقدار من الشغل مقدار واحد جول عشان أحوي عشان أحرك كمية من الشحنة مقدرها واحد كولوم خلال الدائرة خارج وداخل المصدر يبقى أنا كده عملت واحد فولت طيب لو أنا ديت كمية الشحنة اللي هي واحد كولوم اتنين جول عشان أحرك واحد كولوم يبقى أنا عندي اتنين فولت يبقى دايما أنا بحسب كمية الشحنة اللي هي بتتحرك واحد كولوم حركتها خلال الدائرة خارج وداخل المصدر هحسبها وهحسب أنا حطيت كمية شغل أو كمية طاقة قد إيه عشان أقدر أحرك كمية الشحنة دي اللي هي واحد كولوم وهي دي هتبقى الشغل المبزول بتاعي طيب سؤال لو أنا ديت واحد جول عشان أحرك تلت كولوم يبقى كمية الجهد بتاعي عبارة عن كام أنا عندي أحطيت بس واحد جول عشان أحرك تلت كولوم بس تمام؟ يبقى بمنطقة البساطة أنا هقسم واحد على تلت يبقى واحد عندي اللي هي كمية الطاقة أو كمية الشغل واحد حركت بيه لأ أنا ما حركتش بيه واحد كولوم أنا حركت بيه تلت كولوم يبقى واحد على تلت هيطلع لي تلاتة فولت أنصق يبقى أنا دايما بفكر أنا محتاج شغل قد إيه عشان أحرك واحد كولوم طب هو لو قال لي أنا والله إديت اتنين جول عشان أحرك اتنين كولوم يبقى الجهد الكهرابي بتاعي قد إيه في الدايرة دي يبقى الجهد الكهرابي بتاعي اتنين على اتنين يبقى الجهد الكهرابي واحد فولت طيب فيه سؤال مهمة قوي لو أنا قلت لك أنا هقدر أحرك يبقى مثلا أنا محتاج القوة بتاعتي عشان تحرك لتر مية محتاج مثلا اتنين نيوتن طيب مليتر المية ده أنا أقدر أحركه في ساعة على حسب معنا مداخلة الأستاذ عبير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ازاي حضرتك؟ متشاكل أهلا بحضرتك شكرا بجد 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 أنا بحييك على الحلقات الممتازة بجد أنا ابني في سنوية عامة بجد أنت هتفيدنا كتير يعني حتى هتسهل علينا الأمور في الدروس كمال بجد أنا متابعة وبتفرج على حضرتك دلوقتي وأنا بكلمك ربنا يخلي حضرتك ربنا يخلي حضرتك ياريت ياريت تستمر معنا بإذن الله حضرتك بإذن الله إحنا هدفنا إن شاء الله مش بس مجرد أن احنا بنحفظ قوانين أو كده إحنا هدفنا بإذن الله أن احنا إن شاء الله نطلع علماء للفيزياء بإذن الله وده الهدف الرئيسي بتاعي من الحلقات بتاعتي مش مجرد أنه هو بيعدي مرحلة السنوية العامة أنه هو يكون فاهم الفيزياء دي كويس جدا يكون فاهم مادة الكهربية كويس جدا يكون فاهم الشحنة بتتحرك إزاي الطيارة الكهربية بتتحرك إزاي وبإذن الله يطلع من عندنا أكبر عدد من العلماء ينوروا الدنيا إن شاء الله شكراً يا أحاول هنكمل شكراً لأستاذ عبير ونتمنى أنتم دايماً تفضلوا معنا ومتابعين لنا في كل وقت هنكمل البرزنتيشن بتاعتنا أستاذ سيد طيب يبقى أنا عندي كمية الكهربية أو كمية الشحنة مش دا الهدف بتاعي أو هي دي اللي هتقدر تقسلي أنا الشحنة دي كتيرة أو قليلة أنا مثلاً حركت واحد كولوم في دقيقة وفي دايرة تانية أنا حركت نص كولوم في ثانية طيب أنا كمية الكهربية اللي عندي اللي اتحركت في واحد كولوم أكتر بس في الفترة زمنية فترة زمنية أقل بكتير يبقى أنا محتاج عشان أعرف كمية الطاقة اللي اتحركت قد إيه هعبر عنها بتعبير جديد ألا وهو تعبير اسمه شدة الطيار يبقى أنا مش بس محتاج أعرف أنا حركت شحنة قد إيه لا دا أنا محتاج أعرف الشحنة دي اتحركت في وقت قد إيه تدام كده يبقى كإني بقى أتكلم على حاجة اسمها concentration concentration يعني التركيز التركيز بتاعي يعني كمية الشحنة اللي هتتحرك جوة دايرة بتاعتي قد إيه طيب لو أنا ضربت مثال على حاجة زي الميكانيكا أنا والله عشان أحرك لتر مية تحريك اللتر المية دا هيعتمد على قوة الدفع اللي أنا بدفع بيها هنا في المصدر بتاعي اللي هو الفولتج أو قوة الدفع الكهربية اللي تكلمنا عنها وتاني جزئية هتكلم عنها اللي هي اتساع المصورة دي يعني اتساع المصورة دي هو اللي هيقدر يحدد لي كمية المية اللي هتتحرك أو في الكهربية كمية الشحنة هتكون كتيرة أو قليل أهلا بحرائك الأستاذة سهيلة أهلا بحضرتك زي حضرتك أستاذ محمد أهلا بحضرتك أستاذ محمد أنا طاليب السنوية عامة وبالأسف مش معرفة فرق ما دين القوة الدفع الكهربية وفرق الجهد القوة الدفع الكهربية وفرق الجهد أحب أقول لحضرتك كتعريف إحنا هنتكلم عنه بس القوة الدفع الكهربية هي المصدر هو اللي بيديني طاقة فرق الجهد أنا بفقد فيه طاقة يعني في القوة الدفع الكهربية أنا بابزل طاقة عشان أحرك الشحنة خلاص أنا بقت الشحنة عندي فيها طاقة تمام كده؟ طيب فرق الجهد زي ما احنا برضو هنشوف في البرزنتيشن لو أنا تخيالي أن أنا عندي الشحنة بتاعتي بص يا أستاذة سهيلة عشان أوضحها لك بالظفر لو أنا حطت كرة كرة تينيس على الأرض هتمشي لوحدها؟ أكيد لا أكيد لا تمام كده؟ طيب إيه رأيك؟ لو حطت نفس الكرة تينيس فوق طرابيزة وسبتها هتقع ولا مش هتقع؟ أكيد هتقع أكيد هتقع ليه؟ لأن يا أستاذة سهيلة وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في فرق الجهد في تعريف فرق الجهد لأن على الطرابيزة طاقة الطرابيزة أو جهد عشان أتكلم معاكي هنا بصورة كهربية الجهد بتاع الطرابيزة أعلى من جهد بتاع الأرض يعني مستوى الطاقة اللي عليه الطرابيزة أعلى من مستوى الطاقة اللي عليه الأرض صحي كده؟ جميل يبقى أنا بالطبيعي لو سبت الكورة من على الطرابيزة هتقع لكن لو هي محطوطة على الأرض فرق الجهد بين النقطتين اللي على الأرض هو متساوي يبقى أنا لو جت لدائرة كهربية وقلت إن فيه نقطتين والنقطتين اللي هم نفس الجهد الكهربي يبقى الشحنة دي عمرها ما تتحرك يبقى شرطة أساسي عشان الشحنة تتحرك يكون فيه فرق جهد بين النقطتين وصلت لك الفكرة؟ تمام يبقى أنا عندي أي شحنة كهربية ده عشان تتحرك لازم تكون هي في مستوى طاقة أعلى من مستوى الطاقة اللي هي رايحاته طيب مين اللي بيدي الشحنة مستوى طاقة أعلى هو مصدر الجهد؟ تمام تمام يبقى يبقى أنا عندي التعريف الثاني اللي هو شدة الطيار الكهرابي شدة الطيار الكهرابي هتعبر عن كمية الشحنة اللي أنا هنقلها في الثانية الواحد يبقى أنا ممكن أقول لك الجهد الكهرابي والله أنا هنقل كمية من الشحنة مقدرها واحد كولوم طيب أنا عايز أعرف الواحد كولوم ده هيتنقل في قد إيه؟ هل هيتساوى دايرة هتنقل لي واحد كولوم في ساعة مع دايرة هتديني نفس الطاقة مع دايرة هتتقل لي واحد كولوم في ثانية واحدة؟ يبقى تعريف الشدة الطيار الكهرابي هو كمية الكهرابية أو مقدار الشحنة اللي أنا هنقلها في الدايرة في الثانية الواحد يبقى كمية الطاقة الكهرابية اللي أنا هنقلها في الثانية الواحدة يبقى دي اسمها شدة الطيار الكهرابي يبقى شدة الطيار الكهرابي يبقى هتبقى الشحنة المرة في الثانية الواحدة بقسها بكمية اسمها أمبير والكمية اللي اسمها الأمبير دي هي الكولوم على الثانية الكولوم على الزمن يبقى الكولوم على الزمن هيعرف لي شدة الطيار الكهرابي اللي ماشي معي فهخش بعد كده على تعريف مهمة قوي هو المقاومة ايه رأيكو؟ انه انا لو سبت الدايرة بتاعتي الصرص بتاعها ده الدايرة كاملة متكاملة هي عبارة عن موصل يعني ايه موصل؟ يعني حاجة زي الحديد او النحاس او كده كمية الطاقة او كمية الشحنة اللي هتتافت خلال الدايرة دي طبعا انا لما اتكلمت عن الموصل قوة بتاعته ما بين الالكترون والنواة قوة ضعيفة جدا يبقى انا لو خليت الدايرة دي كلها عبارة عن موصل هتبقى كمية الشحنة اللي انا هتديها هتلف اللفة دي كلها هتبقى كمية لا متناهية يبقى انا لو خليت كمية لا متناهية تلف خلال الدايرة دي الكمية لا متناهية دي هتديني طاقة لا نهائية الطاقة اللانهائية دي هتخليلي الدايرة دي كلها تولع وده اللي أنا بتكلم عنه دايما في البيت عندي حتى اللي هو تعريف القفلة القفلة اللي هي بتحصل لو أنا جبت وما حدش يعملها في البيت لو أنا جبت مثلا سلك حديد أو حاجة ووصلت الطرف الموجب بالطرف السالب طبعا هيعمل لي قفلة كبيرة يبقى لازم الطاقة بتاعتي اللي أنا بديها للإلكترون بتاعي يبقى فيه جزء تاني يستهلك هذه الطاقة ويعمل لي معاوقة أو مقاومة أو ممنعة لمرور الطيار الكهرباء يبقى إحنا طبعا معنا الوقت قرب فمحتاجين عشان نشوف كل الأيتمز عندنا نصرع شوية يبقى الجزء بتاعي اللي هو المقاومة ده الجزء اللي هيمنع لي مرور الطيار الكهرباء هجأ شوف كده دي كمية الكهربية كلها المرة جات عند الجزء اللي هو المقاومة بدأ يقلل لي الطيار الكهرباء المار فبيتحكم لي في الشحنة المرة وبالتالي يبقى الشحنة المرة هتعتمد أو شدة الطيار المار هيعتمد أول جزء على الجهد بتاعي الجهد بتاعي هيوريني كمية الكهربية اللي أنا هقدر أزقها وتاني حاجة على مقدار المقاومة لاتنين دولة هتحكمولي في شدة الطيار الكهرباء طيب يبقى دي المقاومة بتاعتي هي ممنعة الموصل لمرور الطيار الكهرباء وهتعتمد على ثلاث حاجات على نوع المادة أول حاجة وبسميها رو رو دي اللي هي المقاومة النوعية للمادة ودي كل ما سبتة لكل مادة هتعتمد على طول الموصل هتعتمد على مساحة مقطعه يبقى دي العوامل الرئاسية اللي هتعتمد عليها طبعا بتعتمد طرديا مع طول الموصل لأن كل ما طول الموصل زاد المقاومة بتاعته زادت بتعتمد طرطيا على المقاومة النوعية بتاعت المادة بتعتمد عكسيا على مساحة مقطعه لأن كل ما مساحة مقطعه زادت يعني كإني بوسع الطريق فبطبيعي طالما بوسع الطريق يبقى المقاومة بتاعتي بتقل عكس المقاومة النوعية حاجة اسمها التوصيلية الكهربية اسمها سجمة وهي عبارة عن عكسها فبتبقى واحد على رو طيب هخش بعد كده على فرق الجهد فرق الجهد ما بين نقطتين وده السؤال اللي جالنا دلوقتي يبقى أنا من خلال المقاومة كده أنا محتاج جهد النقطة دي يبقى أعلى من جهد النقطة دي عشان أقدر أزق أو أقدر أدي قوة أو أقدر أدي طاقة للشحنة بتاعتي عشان تتحرك لو الاثنين لهم نفس الجهد عمر ما الشحنة بتاعتي هتتحرك طيب فده هتكلم عنه اسمه قانون كولوم قانون سوري قانون أوم قانون أوم اللي هيعمل للعلاقة ما بين شدة الطيار اللي هتمر في الدايرة دي مع الجهد بتاعي أنا هنا ده الجهد أنا حطيته عبارة عن V1 فبالتالي الجهد ده هيستهلك خلال المقاومة اللي هي R يبقى فرق الجهد على المقاومة دي برضو هو V1 يبقى V1 هنا أنا بحطها وبتستهلك عن المقاومة اللي هي R طب السلك ده هل بيستهلك حاجة؟ تقريبا بيستهلك صفر لأنه هو ملهوش مقاومة للفرق الجهد ده يبقى فرق الجهد اللي أنا حطيته كله هنا أو الجهد الكهرباء اللي أنا حطيته كله هنا هيتعامل كأنه فرق جهد على المقاومة دي فرق الجهد على المقاومة دي هيوريني شدة طيار مقدارها مثلا I1 طب لو غيرت فرق الجهد ده خلته فيه 2 هيديني شدة طيار مقدارها I2 العالم اللي هو قوم درس العلاقة ما بين فرق الجهد وشدة الطيار لقاها علاقة سابتة يعني الاثنين هيتناسبوا مع بعض تناسب طردي معنى تناسب طردي يعني العلاقة ما بينهم سابتة خلي بالك وانت ركز في التعريفات قوي معنى تناسب طردي مش إن حاجة بتزيد مع حاجة إن حاجة بتزيد مع حاجة بمقدار سابت إيه هو المقدار السابت ده لو أنا أسمت فرق الجهد على شدة الطيار هيديني مقدار سابت ألا وهو مقدار المقاومة الكهربية يبقى فيه علاقة سابتة ما بين الاثنين دول يبقى V يعني V على I هتساوي R أو بمعنى آخر V هتساوي I4 طيب كولوم قال إن شدة الطيار اللي هتبقى مرة في الموصل ده هتتناسب طرديا مع فرق الجهد خلال هذه المقاومة فيه شرط أساسي عند سبوط درجة الحرارة يعني أنا ماينفعش آخذ شدة الطيار وأنا بغير فرق الجهد عند أكتر من درجة حرارة طيب هشوف هنا أكتر من كيرف لما أنا بغير المقاومات طبعا الكيرف ده اللي هو الخط المستقيم ده معنى كده إن الاثنين دولا بيتناسبوا مع بعض تناسب طردي التناسب الطردي يعني معناها في الكيرف ده إن أنا بطلعه خط مستقيم بالصورة دي كل ما بزود المقاومة بتاعتي كل ما الميل اللي هو السلوب بالانجليزي بيتغير بيطلع كل شوية أكتر وأكتر يبقى كل ما المقاومة زادت يبقى الميل بتاعي بتاع الخط المستقيم ده اللي هو بتاع التناسب الطردي ما بين شدة الطيار وفرق الجهد قاعد يعلى شوية بشوية طيب هخش بعد كده أنا عندي أكتر من مقاومة في الدائر المقاومات دي أقدر أوصلها على التوالي أو أقدر أوصلها على التوازي معنى التوصيل على التوالي إن نقطة النهاية بتاعة كل مقاومة هتبقى نقطة البداية بتاعة المقاومة الجديدة وركز في التعريف ده قوي نقطة النهاية بتاعة كل مقاومة هتبقى نقطة البداية بتاعة المقاومة الجديدة وما فيش بينهم اي مادة تانية او اي مقاومة تاني الطيار بيكون خلال المقاومات كلها بيكون هو ال بيكون واحد الجهد بتاعي هيتقسم على المقاومات كلها طيب ده كده مقاومات متوصلة على التوالي كل نهاية مقاومة اللي هي R1 بتبدأ بR2 وR2 بتبدأ بR3 أنصو أون يبقى ده كده شكل التوصيل على التوالي هاخد الدايرة دي وقوم عشان أعرف هي القيمة المكافأة للمقاومات دي كلها قد ايه هحطها في دايرة الدايرة دي بتتكون من ريوستات ريوستات اللي هو مقاومة متغيرة ومفتاح وبطارية وأميتر وبعد كده هبدأ أعمل ايه هبدأ في الدايرة بتاعتي دي أوصل فولتاميتر ايه بالفولتاميتر ده هبدأ أول جزء هقفل الدايرة بتاعتي بالمنظر ده وظبط الريوستات بحسن الطيار اللي مارر في الدايرة بتاعتي يكون مقداره I ولتكن دي I مثلا 1 أمبير 2 أمبير فهنا المقدار الطيار اللي هيكون مارر عبارة عن I في الحالة دي أنا هقيس فرق الجهد على المقاومات الثلاثة وهيطلع لقيمة V وبعد كده أقيس فرق الجهد على كل مقاومة هكتشف حاجة عجيبة قوي أولا الطيار المارر زي ما احنا اتفقنا هيكون هو هي الشحنة نفسها اللي هتمر في R1 هي اللي هتمر في R2 هي اللي هتمر في R3 كلام منطقي كمية المية مثلا أنا المية ممشيها بالطريق ده طبيعي إن هي كمية المية اللي هتمر هنا هي اللي هتمر هنا هي اللي هتمر هنا طب فرق الجهد هكتشف إن فرق الجهد الأساسي النهائي ما بين الطرف ده والطرف ده هيسوي فرق الجهد على R1 زي فرق الجهد على R2 زي فرق الجهد على R3 يبقى هنا الV اللي أنا شايفها هنا دي هتساوي V1 زي V2 زي V3 طيب أنا اتفقت إن الV دي بتساوي I فR وفي نفس الوقت الI اللي مرة في كل المقاومات متساوية يبقى أنا عندي I فR اللي هي النهائية اللي هي المحصلة بتاعتهم هتساوي I فR1 زي I فR2 زي I فR3 يبقى الI هنا مشتركة يبقى أنا لو خدتها من الطرفين يبقى الR اللي هي Total اللي هي المحصلة بتاعت المقاومات هتساوي R1 زي R2 زي R3 يبقى ده أول توصيل المقاومات اللي هو التوصيل على التوازي هخش على تاني حاجة التوصيل على التوازي التوصيل على التوازي معناه إيه؟ الكونسبت دي والتعريفات دي مهمة عندي قوي لازم تبقى فاهمها التوصيل على التوازي يعني نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعته مقاومات واحدة وما فيش أي حاجة في النص ما بينهم يعني بالمنظر ده تعال كده نشوف R1 دي نقطة البداية بتاعتها ودي نقطة النهاية هي نفسها نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعت R2 هي نفسها نقطة البداية ونقطة النهاية بتاعت R3 هحط الكلام ده في دايرة زي اللي أنا حطتها قبل كده هحطها في دايرة مكونة من ريوستات ومفتاح وبطارية وأميتر وهحط في كل دايرة من الدوائر دي هحط أميتر هقيس بيه الطيار اللي مارر في الدايرة دي هلاحظ حاجة عجيبة قوي هي مش حاجة عجيبة هي حاجة منطقية هلاحظ إن فرق الجهد بين النقطتين دول لكل المقاومات واحد يعني أنا ماقيس V1 هي نفسها V2 هي نفسها V3 كلام منطقي لأن النقطة دي هي مشتركة بين كلهم يعني كأن ضغط المية لو أنا اعتبرت دي مواسير معينة ضغط المية بتاع النقطة دي هو نفسه ضغط المية بتاع النقطة دي هو نفسه ضغط المية بتاع النقطة دي لأنها نقطة مشتركة والنقطة دي هي النقطة المشتركة برضو ففرق الجهد بتاعهم لكن الطيار الطيار هنا طبيعي لو أنا عندي دي مصورة هيتوزع الطيار هنا وهنا وهنا طيب يبقى معنا كده الطيار هيتوزع وهيقوم راجع هنا مرة تانية كلام منطق لأن نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية يبقى أنا كأن دي تخيلتها موسير القطر بتاعها أصغر من المصورة الكبيرة دي المية بتاعتها هتتوزع وهتقوم المية بتاعتها متجمعها مرة تانية الضغط هنا والضغط هنا هو واحد اللي هو الجهد الكهرابي بتاعي يبقى أنا عندي هنا الآي النهائية اللي هي جاية من هنا هتساوي آي واحد زائد آي اثنين زائد آي تلات طيب أنا معرف الآي هي عبارة عن V على R مش أنا عرفت الآي هي آي فى R يبقى الآي هي عبارة عن V على R يبقى الآي على R الأساسية هتساوي V على R1 زائد V على R2 زائد V على R3 ما احنا اتفقنا أن فرق الجهد هو واحد طيب لو خدت الآي مشتركة بكلهم يبقى واحد على R اللي هي التوتل بتاع المجموعة دي هيساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3 بمنطقة البساطة أنت لو مشيت مع الفكرة بطريقة بسيطة كده هتلاقيها مبسطة معاك جدا طيب أنا كده خلصت الشرح بتاعنا هبدأ أشتغل على المسائل بتاعتي طبعا هنا I1 و I2 و I3 وهبدأ أستنتج القانون بتاعي هبدأ هنا مسألة بسيطة قوي هشتغل عليها وبعد كده هتجيب مسألة معقدة شوية بس عشان وقت البرنامج احنا نحاول نشتغل في المسائل دي بسرعة طيب بصوا هنا جماعة دي مقاومات مجموعة مقاومات أنا عايزة جيب total result بتاعتي أو القيمة المكافأة بتاعيتها دي 6 أوم مع 3 أوم نقطة البداية ونقطة النهاية لل 6 أوم وال 3 أوم واحدة يبقى الاتنين دولا متوصلين على التوازي ودايما نبدأ بالنقطة اللي هي بعيدة عن المصدر لو أنا قلت المصدر هنا يبقى دي نقطة البعيدة عن المصدر الستة وثلاثة دولا مقاومتين متوصلين على التوازي لو فيه اتنين متوصلين على التوازي القيمة المكافأة على طول ضربهم على مجموحهم يبقى القيمة المكافأة بتاعت الاتنين دول 3 في 6 على 3 زائد 6 طيب لما جبت الاتنين دول النقطة اللي اتنين دول المكافأة بتاعهم 3 في 6 على 3 زائد 6 اللي هي عبارة عن 2 أوم طيب بعد كده طلعت ان النقطة دي لما أنا شلت الاتنين دول وحطيت مقاومة هنا يبقى المقاومة دي النهاية بتاعتها هي البداية بتاعت الواحد أوم يبقى على طول الاتنين مع الواحد أوم هيديني 3 أوم طيب يبقى أصبحت 3 أوم مع الـ 15 أوم دولا متوصلين على التوازي لأن النقطة دي هيبدأ الطيار يتوزع عنده ونقطة البداية في الوقت ده هتبقى هي نقطة البداية هي هي نقطة النهاية يبقى ساعتها الـ 3 أوم هتتوصل مع الـ 15 أوم هقول 3 في 15 على 3 زائد 15 هيطلع لي النتيجة النهائية 2.5 اوم طيب هخش على مسألة معقدة شوية عشان وقت البرنامج هنخلصها على طول طيب دي مسألة جايبها لي معقدة شوية احل لها ازاي بصوا جماعة النقطة دي اللي هي عند ال 6 اوم معمولة بسلكة واصلة اللي هي A و B والنقطة دي هي نقطة واحدة هقوم جاي واخد ال 6 اوم وال 3 اوم بالطريقة اللي انا شايفها دي وهشوف هشتغل عليها ازاي اهي ال 6 اوم اهي ال 3 اوم في الاول متوصلة بالمصدر بالجزء الموجب بتاع البطارية طيب بالنسبة لل 6 اوم برضو واصلة النقطة دي واصلة بالجزء الموجب بتاع البطارية اقوم رسمها الاتنين كده تمام طيب النقطة التانية بتاعة ال 6 وال 3 مشتركة اهيه اقوم رسمها عند النقطة دي تمام يبقى انا جددت الرسمة بتاعتي بمنطها البساطة وهتلاقيها مسألة معقدة وبتتحل بمنطها البساطة طيب ال 6 وال 3 في النقطة المشتركة اهيه طلعت مقاومة منهم اتنين اوم اهيه اهي المقاومة لتنين اوم لتنين اوم هتوصل لفين هتوصل للطرف السالب بتاع البطارية اهو الطرف السالب بتاع البطارية طيب نقص لل 4 اوم ال 4 اوم واصلة بفين بالطرف الموجب بتاع البطارية اهي ال 4 اوم واصلة من خلال السكة من خلال السلك ده للـ 12 فولت للقطب الموجب بتاعه الـ 12 فولت أقوم موصلها بالقطب الموجب وبعد كده وصل على طول على القوب السالب أهي موصل على القوب السالب يبقى أنا بسطت الرسمة عشان أقدر أحسبها بمنتهى البساطة الـ 6 والـ 3 أهم وصلين على التوازي ليه؟ نقطة البداية ونقطة النهاية واحدة أقوم حسبها الـ 6 والـ 3 وبعد كده لما جبت الرزلت بتاعتهم هشوف الحزبة بتاعتي أهي معلش نشيل بس عنوان الحلقة على أساس أن أنا أقدر أوري النتيجة الـ 6 والـ 3 نكبر الصورة بعد إزدك أستاذ سيد أيوا يبقى الـ 6 والـ 3 هم الـ 2 وصلين على التوازي لأن الـ 2 نقطة البداية ونقطة النهاية واحدة يبقى على طول حصل ضربهم على حصل جمعهم اللي هو 3 في 6 على 3 6 الداني 18 على 9 اللي هو الـ 2 قوم قامت وصلة بعد كده بالتوالي مع الـ 2 قوم 2 مع 2 بـ 4 قوم وبعد كده النتيجة لبتاعة الجزء ده هتوصل على التوازي لأن في الحالة دي هتكون نقطة البداية ونقطة النهاية للمجموعة دي مع المجموعة دي واحدة يبقى الـ 4 قوم هتوصل على التوازي مع الـ 4 قوم هيديني الرزلت بتاعتي 2 قوم يبقى أنا شوفت مسألة مع أدى قوي لو حسبتها بالنقط وعرفت النقط بتاعتي بطريقة مصبوطة هقدر أوصل لها بمنتهى البساطة ومهما كانت صعوبة المسألة هحلها بمنتهى البساطة أنا متشكر قوي لوقتكم النهاردة أتمنى أن أنا أكون أفدتكم دي شرح بنحاول نوصل فيه جميع أفكار الفيزياء الكهربية لطلاب السنوية العامة والأي حد طبعا طلاب السنوية العامة هم الجزء الأساسي بتاعنا واللي إحنا إن شاء الله بنحاول نطلع معاهم طلاب الجامعات طلاب المعاهد كل حد مهتم بمعرفة الهندسة الكهربية وحابب إن هو يتطور فيها وينتج دوائر كهربية وإن شاء الله وإن شاء الله مستمرين معاكم وحابب طبعا أسمع رأيكم في الحلقة وتواصلوا معانا ولو ليكم أي تعليقات أهلا وسهلا بيكم في أي وقت وإن شاء الله وإن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله في طلبة معانا على الهوى ودي مفاجأة لأول مرة وإن شاء الله هيكونوا معانا على الهوى وهنسمع أسئلتهم ونتناقش معاهم ونحب طبعا نسأل أسئلتكم كلكوا على الهوى ولو في أي نقط مش واضحة نحب نسمع أسئلتكم فيها لغاية ما نوضحها إن شاء الله بأكبر صورة ممكن متشكر أوليكم ومتشكر أول وقتكم شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة